كلنا تناقشنا وتحدثنا وتكلمنا بل إنه الموضوع كان مطروح بقوة وانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة متعلقة ببغدودة أحد أبطالنا وأعضاء بعثة منتخب مصر المصارعة في تورس واللي قيل إنه اختفى في ظروف غامضة في هذا البرنامج لما جينا وكلمنا للاتحاد قالونا لأ ده بغدودة سافر على باريس طيب المهم وانت بتتابع الموضوع فهتلاقي إنه أسرة البطل الرياضي لديها سرديتها لديها روايتها وهتلاقي الاتحاد لديه سرديته وله روايته زي ما بيت قال إلا إنه يحصل إيه بقى؟ يحصل إنه بتعلن الأكاديمية الوطنية للتدريب على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً على فيسبوك دعوتها لللاعب المصري وعضوه بعثت منتخب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة إنه يجي يتلقى منحة للتدريب والتأهيل مع الرعاية التامة لي كموهبة رياضية مصرية واعدة الله أيه مش بس كده وبناء على توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً طيب خلينا ناخد معنا على التليفون أحمد ولا الأستاذ فؤاد نتأكد الأستاذ فؤاد أه أستاذ فؤاد بغدودة إزاي الصحة ألو عامل إيه يا فندم الحمد لله والله يا فندم إيه الأخبار كله تمام الحمد لله والله يا فندم الحمد لله طيب الأول طمني على البطل الصغير والله الحمد لله يا فندم والله أنا معرفش عنه حاجة بس الحمد لله الخبر اللي أنت قلته دلوقتي ترحني والحمد لله أنا بشكر سيدة الرئيس ومش عارف أقول لي إيه بس أبو المصريين كلاتهم وبشكره على دعمه لنا ومش عارف والله أنا أقول لي بس مش قادر عبر بكلامه والله لا خالص يعني في النهاية أنا بشكره بشكره وإحنا يا فندم أنا زي ما قلت قبل كده إحنا موجودين في البلد دي وهنموت في البلد دي وهنعيش في البلد دي لا لا بإذن الله فأنا مش قادر عبر بطرحتي لأنني ما فيش أب أصلا يقدر يستحمل لأنا استحملت الأيام اللي فاتت دي كان الله في عونك كان الله في عونك فأنا يا ربي يا ربي يكمل على خير وبعمل ندائي لأحمد ابني لو سمعني يعني الأب الروحي بتاع المصريين ندالك ده مما لا شك فيه طب أحمد ما اتصالش بيكم خالص خلال الكام يوم اللي فاتوا دول يا فندم أنا معيش تواصل مع أصلا هو هو شاب فخايف من كتر الموضوع أخذ يعني أقول لك حضرتك أخذ حايز كبير جدا وهو خايف علي ومش عايز فلما يسمع إن أنا بقول له يا ابني ارجع بلدنا اللي هنعيش فيها وهنموت فيها لا يخاف عليك من إيه في حد يخاف على مصري البلد هو هو شاب هو شاب صغير من أي كلام فحضرتك أنا بنادي فأنا بأبنى 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 لبلدنا اللي هنعي نموت فيها ومش وأنا بشكر سادة الرئيس ثاني وثالث ورابع وأبو المصريين كلتهم كنت تتوقع أن الرئيس بنفسه يتدخل والله أنا كنت بنام وبأحلم باليوم ده كنت تحب كده تتمنى ده أنا والله ربنا كرم وعليه كبير والحمد لله فضل ونعمة الحمد لله فضل ونعمة من ربنا ما هو ربنا سبحانه وتعالى يعني لما يحب ينصر حد ما حدش هينفعي يجي عليه الحمد لله فان إن ينصركم الله فلا غالب لكم بإذن الله سبحانه وتعالى على كل خليني أقولك يعني إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى وريب هنقولك مبروك على عودة بغدودة لمصر مرة تانية عودة أحمد يعني بإذن الله وطبعا مما لا شك فيه إن الاهتمام المباشر والواضح من الرئيس بهذا البطل وتوجيهه للأكاديمية الوطنية للتدريب والكلام اللي قالته الدكتورة راشا راغب أظن مطمئن مش بس لي لكن مطمئن لكل المواهب الرياضية الكبيرة بتاعتنا إنه مصر عايزة مواهبها ومش عايزة حد يبقى متدايق ولا عايزة حد يبقى مش واخد حقه على الإطلاق بل بالعكس الكل في رعاية مصر وفي رعاية رئيس جمهورية مصر العربية بشكل مباشر تعالى نعمل حاجة بقى كده إيه نكتب لابو حميد على الفيسبوك ولا حاجة يعني لعله يشوف إنه ارجع يا أحمد إنه حصل كذا 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 ابعت له يعني رسالة إن استطعت وربنا يرجع هن بالسلام يا ربي يا فندم يا ربي يا فندم تشكرك تشكرك وربنا يطمنك عليه ويطمننا عليه بالمناسبة بإذن الله سبحانه وتعالى كل الشكر أستاذ فؤات بغدودة والد لعب منتخب مصر للمصارعة المصارعة